اهلا بحضراتكم من جديد وبيحتفل مع جمهور الاهلي وتقديرا لجماهير الاهلي كان احتفال خاص جدا من حسين الشحات مع الجمهور على فكرة نبالي احنا كنتم اتفرج على المباراة في استاد القاهرة ويمكن الحكم اللقاء نادر امر الدولة يمكن كان بيحاول كده ايه بيفكر في انذار يدي انذار ولا ما يديش انذار ولكن يعني الموضوع ما كانش يستاهل لان اكيد يعني ما فيش حاجة غلط حصلت من حسين الشحات الجني التاني في دقيقة سبعة وخمسين كرة عرضية من طاهر محمد طاهر حسين استلم الكرة وبيسدد على المرمة خبطت في مدافع فاركو ولكن دخلت مرمة الفريق عشان يكون تقدم للاهلي اتنين ناسف حسين مبارح زي ما قلت لحضراتكم بيهاجم وبيدافع وبيلعب في كافة المراكز حتى لما التغيرات اتعاملت من خلال مرس الكولر نزول عبدالقادر مكان طاهر نزول مودست مكان وسام ونزول السلية مكان امام عشور شايفين حتى تحرك حسين في الجبهة الناحية التانية الشمال والتمريرة العرضية من طاهر حسين سدد على طول وبجد بأمانة ميزة هذا الهدف ان اللي كان فيه يعني ضغط قوي جدا من اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر على فريق فاركو قدر يستخلص الكرة ويصنع طاهر الهدف التاني يمكن دي ابرز لعبة طاهر فيها تميز في الجبهة اليومنا وعمل نقدر نقول يعني السيست رائع جدا لحسين الشحات عشان يتقدم للآله بهدفين على فكرة الهدف ده كان مهم جدا عشان الناس تستريح لان امبارح كان اكيد فيه قلق نتيجة ان فريق فاركو بيحاول يخطف هدف ضغط المطشاط غير طبيعي الفترة الحالية محدش يا جماعة يبص على الاداء الفني في الفترة الحالية بجد صدقوني امكان امبارح انا بمتفرج على المباراة في الاستاد ومشاهدة المطشاط في الاستاد غير المشاهدة عبر التلفزيون بكل امانة وانت بتتفرج في الملعب شايف تفاصيل لو بتتفرج في التلفزيون مش هتشوفها يعني اولا لفت انتباه امبارح حاجة مهمة جدا مرسل كولر بيحب اللاعب اللي بيدافع وبيهاجم يعني امبارح انا شفت كم مشهد كده في الملعب كولر بيحب جدا اللاعب اللي بيدافع وبيهاجم وبيحب جدا اللاعب اللي عنده التزامات تاكتيكية في الملعب على اعلى مستوى وبينفس كل كلمة بتتقلق والحاجة التالتة بيميل اكتر للعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز. يعني مبارح لفت انتباهي. وده اللي خلى مبارح حتى المان افزماتش تكون لحسين الشحات. وده اللي خلى كله لفترة الاخيرة بيعتمد كثير على اقرم توفيق. وكريم فؤاد بيحلله مشكلة الجابهة اليسرى. بيحلله مشكلة الهاف رايت او الهاف ليفت لناحية لجومية. اقرم توفيق بيحل الكولر اكتر من مركز. الباك رايت. الديفندر. ممكن كمان لعب مساكلة. لو بيرجع الورا. يعني انا مبارح شوف كولر بيميل اكتر للعيب اللي بيقدر يلعب ويقدر يتميز في اكتر من المركز. عشان كده مبارح حسين الشحات لعب طلو بتتكلم على المباراة لعب يعتبر تسعين دقيقة. هو خرق في الديقة تلاتة وتسعين ونزل مكانه محمد هاني ولكن كان تغير بقى خلاص عايز رايح حسين اللي ماتش خلاص بقى رايح في سكة ان الاهل هيكسب. ف ميزة كولر مع الفريق في الفترة الحالية بيشوف مين اللعيب اللي ممكن يفيده داخل الملعب في اكتر من المركز بيدافع ويهاجم عنده شراسة سواء دفعية او هجومية. لذلك الفترة اللي جاية اللعيب اللي مش هيقدر يقدر بالشكل ده في المباراة المتبقية من عمر الدور العام مش هتشوفه كتير في الماتشات سواء اساسي او احتياطي. وده اللي لاحظتم برح في المباراة وانا بتفرج على ماتش الاهل الفاركو في استاد القاهرة. طبعا هدف فاركو كان جيب بعد هدفين الاهل كان جيرفنسون في ديئة تسعة وخمسين ولكن خلاص بقى حتى الناحية البدنية للفرئتين في الجزء الاخير ما كانش الاعلى مستوى نتيجة ضغط المتشاط للفرئتين في الفترة الاخيرة. زي ما قلت لحضراتكم ما تركزوش كتير على التفاصيل الفنية. الاهل بيلعب كل اتنين وسبعين ساعة مباراة. نحن بنتكلم على اربعتاشر مباراة متبقيين الاهلي. الاهل بغيات دلوقتي لعب في الدوري عشرين مباراة. من عشرين مباراة جاب تمانية واربعين نقطة. خلاص بقى الاهلي داخل وبيقرر من بيرامدز. بيرامدز لغيات دلوقتي لعب خمسة وعشرين مباراة ماتش من برح لسه مش محسوب لنه لسه ما اتخذش فيه قرار من ادارة المسابقات في ربطة الاندية. فبيرامدز في الصدارة بخمسة وعشرين مباراة جاب 62 نقطة الخمس مباريات المتبقيين ما بين الأهل وبيرامدز 15 نقطة على 48 يخليك 63 فتتفوق على بيرامدز قبل ما تلعب معي 12 سبعة و 22 سبعة وبالتالي أهم حاجة ثلاث نقاط بتستمر في المنافسة بشكل كويس جدا بتقرب من المنافس وبتصدر ضغط عليه رغم أنه هو أكيد كان بيلعب كل مبارياته عشان يصدر لك ضغط لما تيجي تلعب مباريات مؤجلة كل 3 أيام وده أكيد الكتالوج اللي تنقل